اشتركوا في القناة اذا سوف نرى عيسى ماندي يشارك في كأس السوبر ضد نادي تشيلسي الانجليزي وايضا مشاركة اخرى اوروبية في دور ابطال اوروبا اذا الف مليون بليون مبروك للعب الجزائري المتألق سخر الدفاع المنتقب الوطني عيسى ماندي موضوع اليوم بدون اطالع هو الاعلام المغربي الذي يريد اقالة وحيد حالي لوزيتش بسبب ماذا؟ النتائج الايجابية الرائعة للمنتقب الوطني وكتيبة الناخب الوطني جمال بالماضي انظر يا ما حدث في مباراة الامس اعتقد اننا لا نملك فريقا وطنيا وهذه اتضحت منذ المباريات الماضية حتى الان تلعت عشرة مباراة بقيادة وحيدة ريوزيتش تقريبا سنتين ورأس المنتقب المغربي لا نشعر ان هناك تطور في اداء المنتقب المغربي واننا نقترب من الوصول للتشكيلة المثالية لدينا ناخب لدينا منتخب وراك في نهاية المطاف لدينا مغتبر وكأننا في ورش لم ينتهي بعد بدأ وراكلا لا نعرف اين سينتهي مجموعة من اللعبية من استدعاؤهم لم نقف بعد عند التشكيلة المثالية لم نصل حتى الى 50% من هذه التشكيلة كل مرة نبتعد عن التشكيل المثالي بدأنا بشكل جيد انهيناها مع اغذرنا في كأس العالم ثم في كأس امام افريقيا ثم بعد ذلك الصورة اصبحت ضبابية البولة تزديد واحدة على المرمى في الشرط الاول فريق متنافر خطوط مشتت ليس هناك جملة تكتيكية تعد مرتين في المباراة كلها بيبحث عن زميله وكأنهم في محيط جديد غريب هناك نشاز على مستوى الاداء تعرابت افرغناه من نزعته الهجومية ثم عطينا ادوار دفاعية اشرف حكيمي لم يظهر بالشكل المطلوب الذي نعرفه دائما عنه والمعهود انه لم يشد المساحة حتى يتحرك رغم اننا لعبنا بتلاتة لاعبين في قلب الدفاع فاعتقادي كانت مخيبة للامال بالنظر الى عدم انتظام الاداء وعدم ان تطور الاداء بشكل عام على مستوى النتائج يجب ان نؤكد على ان الفريق الوطني حقق فوزين اثنين وعلى انه لا يستقبل الاهداف في اربع او خمس مباراة الاخيرة وعلى انه لا ينهزم منذ فترة طويلة ولكن النتائج لغاية الاسف لا تقترن بالاداء الذي يبعث اطمئنا ويخلي المغاربة يقوله على ان هذا الفريق بمقدوره ان ينافس على بطاقة التأهل لنهائية كسالب العمل هذا السؤال يجب ان يطرح على وحيد خليلوزينج لانه اعطانا الانتباع انه لا يعرف فريقه ولا يعرف ماذا سيفعل وماذا سيصنع ومن اين سيبدأ وما هو الورش الاساسي وما هو الورش الثانوي كيف يمكن ان يجد التوليف المناسبة كيف يخلق التناظم كيف يخلق انسجاب اعتقد اننا اليوم نتحدث عن منتخب بعيد كل البعد اما نعيشه مع المنتخبات في العالم كل منتخب يقترب في المباريات الودية من التشكيل المثالي ونحن كلما اجرينا مباريات ودية الا وابتعدنا عن التشكيل المثالي وكأننا اليوم كما قلت هو مختبر وهو حق الاختبار وان المدرب لا زال يبحث عن اسماء اليوم يجب ان يأجلس الوحيد خاليوزيتش ويقول ما هي النواقص في هذا المنتخب سؤالي بسيط جدا كيف هيئ الهاتين المبارتين الوديتين عما كان يبحث اذا كان يبحث عن انسجاب فعليه وهو يعرف ان اخر مبارتين ان يلعب بنفس التشكيل الذي خض به المباراة الاولى امام غانا وكأننا اليوم نتحدث عن منتخب لا نعرف من هم اللاعبين الاساسيين فيه اذا رغم فوز واحد حاليوزيتش بمقابلتين خاصة الاخيرتين ضد غانا المنتخب القوي وبوركينافاسو الذي يعني المنتخب هذا القوي اللي راح نواجهوه ان شاء الله هذا المنتخب بوركينافاسو اللي انهزم بصعوبة تامة ضد كود ديفور في الدقائق الاخيرة في الساحل العاش اذا يريدون اقالة الناخب الوطني المغربي واحد حاليوزيتش يعني بسبب اراني كنتكلم متكلم على الاعلام باش نستفهم لي فقط الاعلام المغربي يضغط لكي يقيل ويتركون واحد حاليوزيتش يرمي المنشفة بسبب ماذا بان نتائج المنتخب الوطني اصبحت تقلق الاعلام المغربي حقيقة النتائج الناخب الوطني جمال بالماضي اصبحت تقلق الاعلام المغربي الذي يضغط بقوة من اجل ابعاد الناخب المغربي والمدرب البوسني وحيد حاليوزيتش باي طريقة راح نقرأ وفقط بعض المقال في جريدة معروفة في المغرب جريدة قوية معروفة جريدة المنتخب هذه الصحيفة الرياضية اللي اهتم بالشأن الكرة القدم المغربية المحلية والمنتخب الوطني راح نتقرأ والعنوان هذا اللي اثار انتباعي انا يعني اندهشت الدرجة هذه اصبحت نتائج المنتخب الوطني تقلق الدرجة هذه ثلاثية التيئيس تتواصل تجريب فتعذيب ثم تخريب يربحها والغانا وربح بركينا فاصمة مش منتخبات ضعيفة هذني ربحها ففهمتش حوسوا يعني يطلعوا يعني لبار اوه يسمى حوسوا المنتخب المغربي يقلبوها بريزيل ولا هادي اه فبوحيد حالي لوزيش انا بالنسبة لي اه 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 ما دارش نتائج كارثية انا بان النتائج تقلق نتائج بالماضي تقلق اذا نكملوا المقال هذا ليحوسوا باي طريقة يضغطو بشي بعد واحد حالي لوزيش باهرات طازجة وطباخ يوسي الاستعمال ما معنى ان تضمحل رماح هجوم الفريق الوطني وفيها يوسفان لامعان اوروبيا يوسف النصيري ويوسف العربي ليقتات الاسود تهديفيا ببصمة المدافعين ومن كرات ثابتة كرات ثابتة داخل في اللعب كرات ثابتة داخل في اللعب ان نعرف عادي كرات ثابتة في اي منتخب في اي نادي داخل هذه في اللعب كرات ثابتة عادي هذه ما معنى ان تتعطل حواس فريقنا الوطني ويصاب بالشلل والاحتباس ما لم يظهر زياش مثل البدر في الليلة الظلماء ليطرد عنا السواد الذي يصيب العيون السواد الذي يصيب العيون بالرمد فيقتل فيها متعة المشاهدة با 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 ذلك التعبير با 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 الخروج على النص أنا بالنسبة لي مدرهاش كان يهدى واحد حالو جزيش صحيح أنه منتخب المغريبي مزال معريض ملحقش المستوى أنت منتخب الجزاري هذا الشيء مفروغ منه لكن المنتخب خليه يعمل مش يخسر مش يخسر واحد حالو جزيش يعني هالدرجة هذه الإعلام المغريبي يطرد واحد حالو جزيش بسبب النتائج تعلنها المنتخب الواطن الجزائري الى هذه الدرجة الاعلام هذا يكره المنتخب الواطن الجزائري عيب 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 خليهو الناخب عندكم مدرب محترم واحد حاليو زيش حقق متائج ممتازة مع المنتخب الواطن الجزائري خاصة في كأس العالم خليهو يخدم نتائج تتكلم وحدها فاز على اه واسمه على بوركينافاسو اللي قصرت بصعوبة مع كوديفور فاز على غانا خلاص وش تحوسو هل يعني الفوز انتع المنتخب الواطني برباعية ضد موريطانيا بقات شوية هنا مرارة فيها مرارة حنعرفو باللمنتخب المغربي ما فازش من 2019 والمقابلة تعفيلي ذروها في مارس مقابلتين سفر سفر تعادل ما فازش على موريطانيا بصحة مش لدرجة انها ايقالة بتحوسوه يروح وبكنويل ومنتخب ما كانش اذا الحقد الحقد الدافين في الاعلام هذا ماذا بيهم يشوفوا الجزائر دايما خاصة الاعلام المغربي نحكي اخ كاني واضح اعلام هذا المغربي ماذا بيهم يشوفوا الجزائر ما كانشك لتورا حتى بالمجهر لكن الحمد لله كان رجال اذا برافو لكاتبة جمال بالماضي اللي خلات الاعلام المغربي كيل فلون يترعد كيل فلون اذا برافو للكاتبة كتيبة تناخب وطني جبال بالماضي برافو اللاعبين برافو الجمال بالماضي العمل الجبار اللي قموا به العمل هذا لأقلق اقلق الجيران خاصة يقول جيران معناها الاعلامة مش نستفهمني مليح اقلق الاعلام المغربي كثيرا 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 ورام يخطوا قلتها بالامس ارام يخطوا باش اي طريقة يبعدونها من الخارطة خاصة من تصفية كاس العالم راح يعملوا مسحيل باش يكسرونها لكن هي هات اللاعبين عدنا ثيقة كبيرة في الناخب الوطني عدنا ثيقة كبيرة في اللاعبين استبقى فقط كما قلت بالابس رسالة موجهة المسؤولين دولة جزائرية ان يتحركون ولا ولا يبقون مكتوفي الايدي وينتظرون تحرك الاتحادية الضعيفة اتحادية السلفيات اذا في الاخير متقانا مع مزن الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته